إزاي بقى كبتان عبدالله وإحنا بنتحدث عن حالة فنية جيدة جدا للنادي الأهلي تقدر في نفس التوقيت تحافظ على حالة بدنية كبيرة للنادي الأهلي في هذه الظروف الصعبة ضغط كبير من بقية حتى لو دلوقتي بتلعب على في فترة 6 أو 7 تيام بتلعب في كل البطولات بتعمل عندك ضغط كبير في كل البطولات عندك كاس وعندك سوبر وعندك دولة وعندك دولة أبطال أفريقيا وتحافظ على الحالة البدنية دي عشان أكيد حولك فاهم كمدرب يعني إنه الضغط العاية ده محتاجك هو بدنية كبيرة جدا طبعا هو بس هو ما بشتغلش الضغط طول الوقت آآ يعني إنت زي ما أقولك هو إيه مقسم المتش على أجزاء معينة يعني أنا أقولك بدأ الجيم بنفس الضغط إنت لو جبت لقطة شود تاني مع بدات الصنطرة هتلاقي التلاتة بتوع خط التلاتة التلتة الهجومي كلهم برقار بيعمل إيه مجزة المتش على أجزاء معينة إنه بقى الحالة البدنية اللي فيها نادي الأهلي دي دي من بداية الجيم هو عامل فترة ده ده كويسة قوي وفي الفترة الأخيرة دي هو بشتغل على إيه ممكن يشتغل يومين بيرفع فيهم الحامل وكده كده والوضع الطبيعي إن أنا مع استمرية المتشوات واللعابة دي طول الوقت رجلها في الملعب وطول الوقت هو بشتغل على الحتة التحفيز وبيحفظ أخطاءه الحتة اللي عنده صغيرة معينة شغال زي مثلا التلاتة خطوطي بقربين من بعض إزاي واللعابة فاقلا بدأت تدور مع بعضها يعني الناس بتشغل دماغها ده قريب من ده الخطوطي التلاتة قريبين من بعض وده بيدي على القلق نفس كويس وطول ما كرة في رجلي أنا مش تعبان صحيح طول ما كرة في رجلي أنا أنا اللي شغال بادور الكرة وبرحته بكيفي وهم فعلا معهم الرموت غير ما أنا ما يبقى الرموت فيه ده حد تاني إنما الرموت طول ما هو معي أنا اللي بدور الكرة وبشتغل بشكل كويس وبتعب الكرة ونادي لها اللي عنده ميزة كويسة إن هو بادئ ينزل يخلص يجدين بدري عشان بعد كده خلاص الإقاع بتاعه بقى رتمي للمباراة إمتى إيه على إمتى إيه ده بتاعه هو صح ما بيسيبوش لغيره صح المشكلة في الناس اللي بتبدأ تشتغل قصادنا دي الأهلي يعني اليهر ده أنا بلوق مثلا على الكابتل بتاهم المصطفى إنت عايز تحضر طول الوقت من تحت هو مش مديك نفس أيوة مش مديك مساحة طب إنت برضو إنت معتمد إن إنت هتبدأ من تحت وهتبدأ مع مين مع أقوى خط هجوم في الوقت الحالي مع نص ملعب حاجة محترمة مع خط ظهر استحال اختراقه يبقى أنت كان من المفروض تلعب على طويل وتلعب على التانية وتحط الكرة في نص ملعب نادي الأهلي لو أنت عايز تشتغل بشكل كويس أو يبقى ليك شكل على الأهلي نما النهاردة تسلمت أمورك بدري اديت يعني هقولك اديت الريادة لنادي الأهلي في نص ملعب هو أساسا هو ملك الحتة دي صح نما ندلأ في حالة بدنية محترمة ودي ترجع فعلا للراجل للراجل شغال من بداية الموسم بشكل كويس وأنا قلت لك من بداية الموسم الراجل ده مع الفرقة مع نادي الأهلي بالأخص من أفضل الفرقة تاكتيكيا وبدنيا ودفاعيا في الوقت الحالي صح